وإلى الآن نحن وصلنا إلى مرحلة الكتلة الأكبر حقيقة أحد أبرز أدوات المشروع الإيراني في المنطقة العربية المتخفي وراء غطاء العمل السياسي ليعزز نفوذ ميليشياته هو زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي هكذا وصفته صحيفة وولد سيتريت جورنال الأمريكية مسلطة الضوء على أسلوبه الجديد في تنفيذ الأجندات الإيرانية تزامنا مع جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعاقبة إيران وكبح نفوذها في العراق على حد قول الصحيفة التي أوضحت أن ميليشيا العصائب لم تحصل سوى على مقعدين خلال الانتخابات البرلمانية أما بقية الأصوات فقد حصلت عليها عن طريق التزوير ليصبح مجموع مقاعدها في البرلمان 15 مقعدا هذه المقاعد جعلت الخزعلي رقما أساسيا في معادلة صراع الكتل في الحكومة الجديدة بحيث تمكن من التحالف مع عادل عبد المهدي لضمان حصوله على موافقة أكبر عدد من الأحزاب السياسية المتنافسة لتشكيل وزارته لكن هذا السلوك السياسي للخزعلي يخفي وراءه طموحا عسكريا يجعل يد ميليشيا العصائب تمتد فوق القوات الحكومية على غرار ميليشيا حزب الله اللبناني كما تقول وول ستريت جورنال وجه آخر يحاول الخزعلي أن يتقنع به تصفه الصحيفة الأمريكية فهو يروج لنفسه على أنه زعيم عراقي وعلى هذا الأساس يحاول التواصل مع بعض العشائر في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية رغم أن سجل ميليشياته طافح بالجرائم الطائفية الموثقة لدى منظمات حقوق الإنسان موسيقى